دقة ونسمع التعليق الرسمي على ما حدث فيكون لنا فرصة لمزيد الحديث حول موضوع ذاية توا عندي الوقت نحب نخليه على ذمة 25 دقيقة هل ملف ذاية بربي يقعد وركزوا معنا نركزوا معنا هذا هذا حقيقة نكيد منصف وناس كل تشاطروا الرأي اللي يهم التوانسة ويهم شباب تونس وبعد نسألوا وعليش شباب تونس في الأخر يحلم كان بالحرقة اليوم معنا الدكتورة مريم تزيري ومعنا الدكتور حاتب بن جميع زوز بالدكاترة المعطلين على العمل المشكلة اللي قعدتوا تابعوا فيها يا مشاهدين يا توانسة طيلت سنتين منذ اعتصام مزار التعليم العالي والتحركات الكبيرة صيفا شتاءا خريفا لكن الجميع يقولولي مرقينا فيها وين عملوا مسيرة الأقدام الحافية من سوسة إلى القصبة اي نعم وانا نحكي مع الدكتورة مريم تزيري قلت لها بالطبيعة مسيرة الأقدام الحافية مسيرة رمزية ماجيتوش على سقيكم لا يقتلي جينا على سقينا من سوسة حتى التونس جاوا على السقيين للمطالبة بحقهم في الشغل وقالت لي لي سبب آخر أنه حد لس معنا مريم تزيري فرحان بيوجودك معنا الناطقة باسم مسيرة الأقدام الحافية دكتورة دكتورة في الأداب واللغة العربية دكتورة من 2017 دكتور حاتب بن جميع دكتور باحث الإنجليزية والأداب الإنجليزي هكا معطل على العمل مرحبا بيكم دكتورة مريم كانت تحكينا عليش القصة ماشي على الأقدام أنا ما صدقتش اللي انتم عملتوها بالجد ماشي على الأقدام دكتورة مسيرة الأقدام حافية رمزية قلت لي ليه عدينا منهار السبت ماشينا على الأقدام صحيحة نشكركم سيبرين على الاستضافة أولا يعني احنا تحركنا عملنا مسيرة الأقدام الحافية لأنه يعني كلكم على بيلكم بالاعتصام اللي صار قبل في 2021 وكنا نظنوا أن الأمور يعني بزيارة سيادة الرئيس لمقر الاعتصام ورئيس الحكومة أن الأمور ستحل يعني لكن ما رعنا أنه في مناظرة الانتداب السابقة أنه وقع انتداب الموظفين ثم هناك شبهات فساد كثيرة تشوب المناظرة وطبعا لدينا ملفات سنسلمها إلى لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان فقمنا يوم عشرة عشرة بوقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي طبعا لم يتصل بناء أحد الدكاترة اليوم التوانسة يعني خمسين سناء ما يخدمش ما عندوش طغطية اجتماعية يعني صرنا خايفين نمرضو واللينا خايفين نمرضو ما نلقاش باش نعديو أنا قامس كسارتلي الوعكة الصحية في نابل وضغط وجاتني الحماية وهزتني ما عنديش باش حتى أنا نخلص السبطار خلصوا علي زملائي وغيري من أصحابي يعني وزملائي الدكاترة عندما أولت عندما أمراض مزمنة ما عندوش طغطية اجتماعية باش يعدي وما عندوش خدمة الدكتور اليوم القاه روحه مقصي عن العمل مهمش ويجوعوا فيه يعني كانوا هناك يعني سياسة لتجويع الدكتور وتهميشه ومناش عارفين هذا يعني إلى متاه يعني اليوم احنا كيجينا للقصبة انطلقنا في مسيرة من 25 نوفمبر على الأقديم أنا وزملائي كنا نعتقدوا يعني على قل باش نلقاوه يعني حتى من باب الإنسانية انه فما صوت بش يسمعنا لكن ما رعنا والخيبة الكبرى والخيبة الكبرى اليوم الخيبة الكبرى أمام القصبة مخرجنا حتى مسؤول مخرجنا حتى مسؤول حتى من باب الإنسانية يعني حتى من باب الإنسانية يعني أنه امرأة دوخ يعني قامس ونهار كامل تعديه شطره في السبيطار وزملائها يعني وعرضنا حالتنا يعني الصحية للخطر مع ذلك ما كلمنا حتى حد اليوم احنا حسينه كأنه منش توانسه يعني لدرجة هنا يعني لدرجة حامل أعلى شهادة وطنية أعلى شهادة في العالم هي الدكتوراه يعني لدرجة هنا على الدولة معناه منش محسوبين هل على خطر أحنا يعني أولاد الشعب ما نش أولاد الأغنياء أحنا أولاد الشعب يعني أولاد ناس عاديين اليوم حسينه كأنه مواطنين من درجة ثانية ما خرجنا حد دكتوراه بربي سمحني حكيت على المناظرة قلت بعد زيارة الرئيس وزارة العالم العالي فوت حامل منفذ افتح لكم الأمل في استيعاب عدد من الدكاتر المعطلين من خلال مناظرة نعم مناظرة ما تعاملتش الفات لسادة المعطلين يعني الفات كل الأسادة هكذا ولا المحذر المحذر اللي تم بناء عليه المناظرة بناء عليه هو محذر الانتداب الدكاتر المعطلين وهذا موثف يا أخي شاركوا فيها والوزارة لما نزلت بلاغ المناظرة ما نصتش على هذا شاركت فيه كل الفئات المبرزين وساتب الثانوي كل شاركوا ويخدموا اليوم يخدموا بطبيعتهم هما دخلوا وقعدوا المعطلين معطلين ما فما حتى دكتور من المعطلين يعني أعداد قليلة وقليلة جدا يعني نعطيك في اختصاص العربية واحد فقط من المعطلين الأخرين لكلهم مبرزين وسادة تعليم ثانوي اليوم يخدموا بطبيعتهم يوم يخدموا بطبيعة يعني المناظرة خليني نفهمكم حاجة الوزارة سكرت المناظرة مدة خمسة سنوات ما فتحتش تناظر بتبع عدد الدكاترة كل عام يزيد يعني تقريبا كل عام ممكن مئة دكتور ولا أكثر تحلت بموجب بضغط كومنتم متاعا بقصد إدماج الدكاترة المعطلين يعني عندك أربع آلاف دكتور وانتي تلبت يعني أربع آلاف معطلة غير الحاصلين على الدكتوراه من الموظفين وانتي تلبت ألف كانت مكتوحة الألف ألف يعني هالألف مش تحل المشكلة متاع الدكاترة ومزال كل عام يزيدوا يقول قايلة كانت نجم تحل إذا كان قاعدتوا لفايدتكم أنتم فقدت الدكاترة المعطلين كانت مع ذلك يعني يعني إغلاق المناظرة مدة خمسة سنوات ما نعرفوش أش كون تخل وزارة التعليم العالي لا من حسيب ولا من رقيب تعمل إيه اللي تحبه يعني نعطيكم معلومة بعض طلب مطلب نفاذ للمعلومة نطلب أعدد الأساذة الثانوي اللي يدرسوا بالتعليم العالي ولسنة يعني السنة المنقذية وعدد الساعات العرضية بعد شهر المفروض يعني هو تقع الإجابة على المطلب بعد خمسة أيام نعم بعد شهر بعضت لهم تذكير جاوبوني قالوا لي برا أمشي أحنا ما عناش المعلومة أرجع للجامعات يعني اتكلم كل جامعة وحدها بعثنا للجامعات زوز جامعات فقط جاوبوا جامعات الأخرين ما جاوبوناش دعنا نحكي مع الدكتور حاتم بن